اشتركوا في القناة وهي للربح والحرية والاتلاف والتفريق والضرر رح ينكذ فيها حتى تمام الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش من صباح يوم الجمعة والقمر بعدها رح ينتقل لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر موجود في برج الحوت وفي نهاية اليوم في خلوم مسار عشان هيك اغلب التأثيرات رح تكون على جميع الابراج في هاي الفترة بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام موسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير او شيء له علاقة بالجماليات اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر بخلق هذا الاتصال لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل لاجل هاي الزاوية اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام ساعة ثنتين وثلاث دقائق بتوقيت جرينتش عصرا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في علم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي راح تتشكل اليوم هي اوجها اليوم هي لها تأثير تقريبا بحدود يعني خمس ايام راح تستمر برضو لمدة خمس ايام قادمة فهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي اوجها ساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة مساء بتخلينا هيك ينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي والتلبك المعوي او الحساسية بالامعاء بتصير كثيرة ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا من حذر الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية في هاي الفترة انهم ينتبهوا لانه ممكن ياخدوا دواء بطريق الخطأ او يتناسوا او ينسوا انهم اخدوا الدواء فياخدوا مرة ثانية خصوصا ادويتهم او علاجاتهم اما بالنسبة الامور الدولية ايش بتأثر هاي الزاوية بما انه المريخ في الساحة فبتدل على اضطراب سياسي في البلد بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض المعارضين او المتطرفين وبرضو بتشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض الصفن او الناقلات الوترول او حرائق او اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس ايجابية وهي اخر زاوية خلال هذا النهار بعدها خلوه مسار هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 47 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد الزاوية هاي مباشرة بصير في عنا خلوه المسار فخلوه المسار للقمر هو سلبي بيبدأ في تمام ساعة 11 و 47 دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل تقريبا 13 دقيقة بتوقيت جرينيج او بينتهي في اليوم التالي اي يوم السبت في تمام ساعة 6 و 11 دقيقة صباحا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر ما زال في مراحل انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 2 و 9 دقائق صباحا بيصبح 27 يوم نسبة الاضاءة 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 100% اما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم 10 أربعة اليوم منتحسة بنسبة 50% عطارد في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما نبتم في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 10% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي وهذا آخر يوم لوجود القمر في بيت المتاعب بكرة بصير القمر موجود عندكم من ساعات الصباح ولكن اليوم اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه للفحص والعلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة حاول انك تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس بالفترة هاي وحاول انك ما بتبدأ بشيء جديد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء الاجتماعية هي اللي بتسيطر على الوضع عندك فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة اليوم بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الجوزة يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله اليوم تقدروا تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن التنبيه اللي بدأ نبهك منه انه دير بالك من المجازف والمغامرة ومخالفة القوانين وأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك برج السرطان كونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم بتشعروا بقوة العاطفي وبرضو عنكم أحلام مما بالسفر أو رغبة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الرغبة بالدراسة وأمور اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية اليوم عند بعضكم ممكن يبادروا بالقيام بمشاريع كبيرة أو مراسلة لأجل هذا الموضوع برج الأسد ابتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة يعني بتيجي لمكسب مالي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية وحتى بالمسائل القديمة ممكن تهتموا بأمور مالية دين أو أقصاط أو أشياء لها علاقة بتنظيم وضع مالي معين برج العذرة بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة واليوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتكم الزوجية أو العائلية مع الشراكاء بسودها الإنسجام والتوافق ولكن تحذروا نطاقتكم ضعيفة فانتبهوا لوضعكم الصحي وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي لتكبير الأمور أو الدخول بخلافات لأن عدوك بالفترة هاي أو خصمك أقوى منك في هاي المرحلة برج الميزان بيتراكم العمل لديكم بدك تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا مواجباتكم وخصوصا الغدائية وبرضو خذوا قسط كافي من الراحة بتجد سهولة في تطبيق أعمالك والروتينية والمنزلية ولكن بدك تنتبه لأعمالك لما تخليها تتراكم وبرضو خلي علاقتك مع زملائك تكون جيدة ما في داعي للمشاحنات أو لإهمال عمل معين برج العقرب ابتجتاسوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة وحتى على مستوى الأمور المالية هاي فترة حظ وبتقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة ولكن لانتحاس القمر نقول لك دير بالك من النزوات بالفترة هاي أو المبالغة بالنزوات والترفيه أو ما تجازف وتغامر مع الأحبة وإحذر من الخلافات وفرض الرأي على الأحبة لأنه ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة في منكم ممكن ينشغل في بعض الأمور المنزلية زي تصليحات أو ترميمات أو المشاركة في مناسبة معينة ولكن احذروا من الخلافات وسوء التفاهم أو النقاشات العائلية اللي ممكن شوي تكون حادة برج الجدي طيب قبل ما نبدأ في برج الجدي تحديدا في بعض التعليقات حسيت أنه بيحكوا عن الوضع المالي والخسارة المالية وأنه الوضع مش هيك وهذا إشي أكيد زحل موجود في بيت المال فهذا ما بنقدر أنه في كل حلقة في التوقعات أنه نعيد نفس الإشي أنه زحل موجود في بيت المال بتدل على خسارات مالية ومجازفات وصارقة أموال أو نصب على الأموال أو فشل مشاريع أو مغامرة بمشروع فممكن أنه يتحقق فيه من وراء كارثة أو مصيبة لأنه يعني زحل موجود في بيت المال فهذا إشي أكيد أنه يسبب مشاكل لبعض الأشخاص من برج الجدي أما بالنسبة للتوقعات اليومية فهي بتعتمد على حركة القمر بيكون فيه أشياء إيجابية غير خسارة المال أو أشياء بتسيطر عليكم غير خسارة المال فممكن تستغلوها تعوضوا من خلالها بعض الخسارات فاليوم مثلا تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتكونوا أكثر قدرة على الإقناع وسرعة البديهة عندكم عالية وبتهتموا بأمور التعليم والدراسة وخصوصا للمراحل اللي ما دون الثانوية العامة أهم شيء أن تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيدوا من علاقتكم مع المحيط وخصوصا مع الإخوة والجيران برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة ممكن اليوم تعرفوا سهولة في أعمالكم اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح أهم شيء أنكم أنتوا تختصروا من مصريفكم الزائدة رتبوا فواتيركم استغلوا الفرص خصوصا بالأعمال الإضافية أو الأشياء اللي ممكن تجيكم كنوع من أنواع المكافأة أو الهدايا برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم أكبر من يوم أمس وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن اليوم تقضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي ولكن الأهم أنكم تبادروا بكل شيء جديد بالفترة هاي وتستغلوا الإيجابية بما أن القمر موجود عندكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر